ازيك يا جماعة يا رب اكونوا بخير وبافضل حال. رجبت لكم فيديو جديد والحمد لله اشتريت الجنية بك تاني. بس قبل ما ادخل في موضوع الفيديو اولا نبدأ الفيديو بذكر الله لا اله الا الله محمد الرسول والله. واللي بيشوف خارماتي الاول مرة يشترك في القناة ويفعل الجرد عشان نصلي كل جديد من عندي. والله وعجبك الفيديو فضلا تعمل لايك عشان فيديو وصلك برعد من الناس ونكلم نواردة عن موضوع الغنيابيج الناس كتير يتربطوا مني وناس كتير تربطوا مني ونشتري الغنيا. وازاي بنعرف انتذكر من الانسة وازاي هي طريقة التربية بتاعته هل هو مربح ولا لا? وايه هو الاكل اللي بيأكلوا كل ده هقولولكو في الفيديو ده. بس ما تنسوش تشتركو في القناة وتفعلو الجرس. طمام? اول حاجة الغنيابيج دي لهو فار ولا هو ارنب عشان في ناس كتير او بتقولها ان هو فار والناس كتير بتقول ان هو ارنب رومي ولا هو فار ولا هو ارنب هو بين البنين. طب ايه هو الغنيابيج ده? وليه الناس في ناس بتقول عليه خنزير غنيا. اول حاجة لان صوته بيشبه صوت الخنزير. دي اول حاجة. تاني حاجة. اه ان اول غنيابيج اكتشافوها كانت اه في غنيا. فعشان كده اه سموه غنيابيج. تمام? طيب اه هو الارنب ده بتربى الغرض ايه? بتربى الغرض الزينة. بس في ناس كتير انا سمعت ان في ناس كتير او بتاكله. وان هو بتدبح وبتنظف زي وزي الفراخ اللي هو مش طريقة الارنب لا ده بتنتف الفارو بتاعه. بس انا بصراحة ما اقدرش ولا اقرف ان انا اكل حاجة زي كده بس. هو تربيته جميلة جدا وبيتقود على صاحبه بسرعة يعني مجرد من احنا نحطه الاكل بنسمعه. بيفضل يصفر لنا كده صوت جميل جدا. وطبعا في منه انواع اللي هو الشورت والميديم واللونج. الشورت اللي هو اللي قدامكو ده اللي بتبقى شعرته قصيرة. طب الميديم بتكون شعرته وسط. اما بالنسبة هير بيكون شعره طويل جدا وشعره بتسرح وبيكون جميل جدا. فعشان كده الناس كترقوا بتربيه كزينة وكا ان هو حيوان الاليف. تمام? طيب هنتكلم على الاكل بتاعه هو الاكل بتاعه زي وزي الارنب بالزبط بيأكل جميع انواع الخضروط خاص برسيم جزر آآ جرجير بيأكل فلفل جميع انواعه بيأكل آآ آآ البقدونس بيأكل آآ الكرة المصري. تمام? طيب بالنسبة للنواشف بيأكل عيش ناشف بيأكل علي تقرانب بيأكل خلطة حمان بيأكل درع وجه بيأكل غلة بيأكل آآ الحاجات دي كلها. بس الغنيا بيجي عنده مشكلة واحدة ان هو ما بيجي شبعش. يعني لازم الاكل قدامه باستمرار. لان الغنيا بيجي لو جاء هتلاقه خس وهتلاقه ان شعره ابتدا ان هو يقع. واحاجة كتير قوي احنا في غنعنا فهو تربيته بتكون سهلة جدا مش مكلفة يعني زي ما انتم شايفين بواقي خاص بارسيم اي حاجة يعني كبيره ممكن يأكل بتلاتة اربعة جناف اليوم فمش مكلف خالص. وفي نفس الوقت هو كحيوان زينا هو جميل جدا وبتعود على صاحبه بسرعة جدا. وتربيته حلوة جدا. بس مشكلته التانية النظافة. لو احنا ما نتمناش بالنظافة يبتدي ان احنا نشم لي ريحة مش كويسة بسبب الوساخة وبسبب قلة النظافة في المكان. فبالطريقة دية بنيبتدي ان هو يظهر له ريحة وبكون ريحة وحشة جدا فلازم النظافة ونتم بها جدا. زي ما انتم شايفين انا حطه في ايه? انا حطه في عين من بتاعة الحمام لحد ما جاهز له المكان بتاعه. يعني انا كان عندي العين دي فاضية فحطيته فيها هي العين مستغيرة العين كويسة جدا من عين خمسين في ستين. فده كان مساحة الجوز بس بتكون كويسة جدا لكن طبعا لو مجموعة بتكون بحتاج مساحة كبيرة جدا لان الغنيا بيجي من طبيعته ان هو بيحب يجري وبيتنطط وبيلعب وكده. تمام? فبرضو لازم نهتم بالنظافة ثم النظافة ثم النظافة وتلاقوا كلمة النظافة دي بتتكرر في الفيديو كتير لان دي حاجة من الاساسيات بتاع التربية للغنيا بيجي. تمام? طب احنا هنلاقي الغنيا بيجي ده فين بالنسبة لبتاع الكاهرة هتلاقوا فسو السيدة عيشة. وفي الاسواق اللي عندكم بالنسبة للزقزيق موجود برضو في الاسواق اللي بتاع الطيور بتلاقوه مع وجود مع الارانب. اما بالنسبة للمنصورة اللي زي حالاتي انا دخت لحد ما جبته. يعني شفت الاعلام بالصدفة على اول اكس دخلت اكلمت صحيح بالاعلام واشتريته. يعني في وقتها والله. تمام? طيب انا جايب الجوز ده بكام وغيبه غالي ولا لا? طبعا انا جايبه غالي جدا. تمام? وعارف ان هو سعره قليل جدا لان الجوز من اللي هو الشورت هير ده بيكون يعني يوما يقول جاف فلوس بيبقى الجوز بمية جنيه. طبعا الجوز اللي كانوا عندي قبل ده اللي كانت طلعت انتاج وفي فيديوهات قديمة اليوم مع القناة. آآ كنت جايبت الدكار ميديم والنتاية لونج هير بس ما حصلش نصف يوم النتاية ولت وبيعت خلفتها وبعد كده النتاية حملت تاني وبعد كده انا نسيت وحطيتهم في الشمس. وطبعا ده اكبر غلط. ان الغنيا بيك يتحط في الشمس. تمام? لان في وقتها هيموت. وفعلا في وقتها اللي اتذكروا النتاية ماتهم. وانا دخت ومعرفتش اجيب تاني بس الحمد لله انا جبت دول النتاية حامل. تمام? النتاية اللي هي قدامكوه في الطابن جوه دي. اللي عمالة بتاكل. المتذكر اللي هتلاقوه اللي هي علينا. طيب انا بعرف ازاي الدكار من النتاية ما يعالشش انا معرفتش расوركم لكم بس هنزلكم فيديو. عن معرفة الدكار من النتاية. طيب مدة الحملة بتاعت النتاية تكون قد ايه? مدة الحملة بتكون من سبعين يوم لحاد سبعة وسبعين يوم. طب لمدة الحمل بتاعتهم طويلة قوي كده? لقيني النتاية بتولد الاولاد بتاعتها بتكون مكتملة النمو. بتكون مفتحة وبتسمع وبتمشي وببفرغها وبتتحرك مجرد ما هتنزل مجرد ما هتاكل. ده طبعا جنب الرضاعة. طول فترة الحمل بتاعة الجنيا بيج لازم نهتم بالاكل بتاعها كويس جدا لان ممكن تولد فترة قبل الماعد بتاعها. وهتولد الجراء بتاعتها مش مكتملة النمو. فده هيقضي انهم يموتهم او هتولد الجراء بتاعتها كويسة وكل حاجة بس للأسف النتاية نفسها هتموت. فلازم نهتم بالغيزة كويس جدا وان هو علوم في الاكل خضار على على نواشف وكده ما ينفعش. حنفضل ندرهم في خضار 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 ممكن جبلهم قساء لأ احنا جنب الخضار بندرهم نواشف. يعني لو تلاحظوا في من العين جوه كده خالص هتلاقوا الطبق. الطبق ده في ايه? في دورة عواجة على دورة صفرة. على غل على قمح. بتبقى كويسة جدا للغين يا بيج. تمام? وبرضو التغذية هتفضل مستمرة معانا لحد طول فترة التربية بتاعتهم. طيب هل هو مربح هلأ? هو مربح جدا لو بنربي اكتر من نتاية مع الدكر. الدكر بيبقى ليه خمس نتاية وممكن تمانية. لان الدكر بتجاوز النتاية مرة واحدة بس اللي هي اول ما بتولد على طول الدكر بيبسرين هو يتجاوز. تمام? فطبعا لو عشر النتاية مع الدكر بيكون عادي جدا وبيكون مناسب جدا ليه? طبعا انا برضو اتابع معاكم فيديوهات واتابع معاكم ان شاء الله هشتغل انتايتين كمان مع الدكر ده. بس يا رب يكمل على خير ويقدر ان انا اجيبهم لان يقدم انتايتين حوامل فانا بفكر ان انا اجيبهم. تمام? آآ زي ما انتم شايفين هتلاقوا ان الشمس دخل عليهم بس الشمس دخل عليهم خفيف وكمان احنا في الشتاء ما احناش في الصيف. فشمس الصيف هي دي اكبر غلط ان هو بيتموته. اهم حاجة بقى الحمى بتاع الجنية بيج. ما ينفعش ان احنا نحميهم في الشتاء نهائي. لو حملهم في الشتاء يبقى خلاص عليه العواضق الجنية بيجي هتموت منهم. فالحمان بتاعهم بيبقى في الصيف بس. بس طول ما احنا بنيتم بالنضافة بتاعيتهم ونضافة المكان عمرهم ما يتوسخهم وعمرهم ما هيبقى لهم ريحة. تمام? آآ بالنسبة لفترة الفيطان بتاعة الجراء بتاعتهم بتكون شهر. شهر وبعد كده بيبتجوا ان هما يتفاطمهم والنتاج طبعا بتكون في الخلال الشهر ده اصلا بتكون حامل في شهر. فبعدها بسبعين يوم او سبعة وسبعين يوم طبعا بين الفترة دي بتكون النتاج ولدت جراوي جديدة وجابت لناها جراوي جديدة. تمام? آآ فهو ده كان الفيديو بتاع النهاردة. انا باتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم. واتمنى الناس اللي طلبت مني فيديو عن الغنيا بيج ايه شوفوا الفيديو ده. ويا رب ان هو يكون عجبهم ويا ريت تقولوا عليك اكتراحات اعملها لكم تانية عن الغنيا بيج او اي اسئلة انا تحت امركم وكده اكون خلصت معكم الفيديو. بس اللي بيشوفني اقوموا راشترك في.